اليوم الأمم المتحدة عدها مسارات تضع لخاصة الدول اللي وضعها وصل إلى مرحلة صعبة جداً بمؤشرات تغيير المناخ نعم أمني يكون يطول إجراءات التكيف كيف نتفادى المشكلات كيف نتفادى الجفاف كيف نتفادى قلة التساقط كيف نتفادى ارتفاع درجات الحرارة كيف نتعامل مع الزراعة مع الأشياء الأخرى الموارد المائية هذه كلها ملفات أنه فيها حلول جدرية ينبغي أن تكون ثقافة علمية للمجتمع لأنه اليوم ليس فقط للحكومة تقدر تسوي حل لازم يكون المجتمع والمختص والحكومة والإعلام يد واحدة حتى نتمكن من أن نطبق إجراءات التكيف ونتخطى هذه المشاكل المناخية التي نعاني منها بالتالي يناقش المؤتمر العراق للمناخ أسباب ومؤثرات وتأثيرات التغير المناخي على العراق هذه نقاط مهمة جدا لا بد من حلول ستراتيجية خطط موضوع منهجية حكومية بالتالي من أين نبدأ برأيك نحن اليوم أقول لي الأسباب الأسباب محددة معروفة الأسباب اليوم ما نريد نتكلم عن الثورة الصناعية وغازات الدفئة وهذه كلها ممكن أن توضع جانبا نحن اليوم نريد المشكلة أصبحت واقعا نريد ما هي الحلول التي ممكن اللي هي إجراءات التكيف ما هي الحلول التي جاءت بها الأمم المتحدة الآن لكي تساعد العراق وهل هي جادة فعلا هنا أيضا الموضوع يحتاج إلى جدية هل هي جادة إذا كانت جادة نحن لدينا إمكانيات لدينا دولة بإمكانها أن تتقدم خطوة للأمام لدينا علماء مختصين بكافة الجامعات وبالأنواء الجوية لا يستهان بهذه الطاقات العراقية عندما تستعين الدولة بهذه الطاقات الكبيرة مع وجود نفس أممي ودولي جدي بحل الأزمة سوف نتخططها نعم